السلام عليكم ومرحبا بكم معي في قناة كنتم مني ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة وتكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو وتابعوا معي الفيديو حتى الاخير ولا اعجبكم ما تنسوا الشرقه في قناة اللي اجداد على القناة والاقدام كنقول لكم شكرا على الدعم ديالكم على المشاهدة وعلى التعليق الزوين اللي كتخلي ليه في حقي بسم الله على بركتي الله انا هنا يا اراه هذا العجنة اللي قدرت بحلاكة خرجت ليها خمسة وسبعين مسمنة من حجم متوسط كي يجي واحد المسمن هكا اللي محلول وكي يجي هكا مهوي ثم شفته معي وكنديرو في مرة واحدة وكنحتفظو بيه بحلاكة المجميد بسم الله على بركتي الله غادي نجيب واحد الاناء فاش غادي نعجن كندير هنا يا زلافة ديال دقيق الفينو كنزيد الزلافة الثانية انا هنا كان عبار بسلافة اللي بغاي عبار بالكاس عبار بالكاس وكندير واحد المعلقة ونص ديال سكوار ساني دا وهنا يا كندير معلقة ديال الملحة وكنضيف الماء انا هنا يا ضفت ربعز ليف ديال الماء وهدي نخلق بحلاكة هدي كتسهل علينا بحلاكة دليكي لكنتلعجينا كثيرة كنديروها بحلاكو كنخلي واحد تسعتين تلمقانا هاد الفينو باش كي تطلق وكي جينا ساهل يعني يضغيه كندلكوه ما كي جيناش صعيب هنا را كنزيد واحد زلافة ديال دقيق صافي وغدين دا المكسور غدين منطحنو بحلا هكا كنطحن مزيان كنطحنو حتى كي بدا بحلاكو كالفينو كيتطلق إلا طحنناه بحلاكو بحلاكو كنديرو البغرير كي ساهل علينا العجينة ما كتجيناش العجينة واعرا وهنا را عندي وحد الكيمياء ديال تقريبا 3 كيلو أمص ديال دقيق يعني إلا بغيتو تعجنوه فمرة را كي جي ساهل ما تيجيناش واعر صافي هنا نضيفه في العجينة هنا هنا غدين نضيفه في العجينة وحتى في العجينة البنات رغم ما كنطحن ما كنفوتوش فيه 6 دقيق 6-7 دقيق صافي كنزيد هنا هيا كنزيد دقيق للفورس أو الدقيق الأبيض ديت هنا 4-5 صافي وغدين نضيفه في العجينة وتنخليها تتعجن وغدين نشوفوش غدين نزيدو الدقيق على حسب الدقيق وش كيتشرب ولا ما كيتشربش صافي هنا يا رزت هاد 5 زلايف زائد جوز زلايف لأن زلافة هنا كتساوي كتر من نصف كيلو صافي رادي الكاتوف هديك 6 دقيق كيف ما قلت لكم يعني يا جمعات لينا هكا الدقيق كنغطيه أنا هنا يعجنته في الليل وخليته ليلة كاملة حتى الصبح عدا باش خبزته هناك يجي ساهل تقدروا تعجنه وتخليه واحد ساعتين تلمقانة أو ثلاثة سواء أو يبات ليلة كاملة من حده هذا هو كيدلك راسه براسه صافي هنا را نطمع الصبح قديت شغالاتي نطمع الصحي وتكرروا كالكاملة كاملة كاملة نجمع العجينة والفقهات نجمع العجينة والفقهات نقطع كوارات صغيرة نقوم بتعليق 40 قرام حتى 50 قرام على حسب ما يريد المسمن كبير أو المسمن صغير نقوم بتعليق ودخل لي منسمن كبير صفك ندللل وقوم بتعليق من قل Yoon ونستفعهم بالسمن ونستفعهم العجين ونستفعهم بالسمن ونجعلهم يرتاحوا الان ما كورنا التانين سوف نستفهم هكا في اللاطة ونزيد القطع الكمية التانية شوفوا مثلا من صبر كلا راهو ورا ذلك راسه براسه ما قويناش عليه تلكمه يعني وكي يجي رائع وكي يجي مفروق صافي كنلولب هنا ونحط هذه اللي بغى تدير واحدة الكمية كبيرة صافي هنا نجيب ندهن بالزيت الصينية ونضيفها اللي بقى عندنا ندهنوه من الفوق ضروري ما ندهنوه باش مال المسمن ديانا ما يتقشبرش ضروري ندهنوه بالزيت وغادي نغطيه هنا راه طاعتني كيف ما قلت ليكم واحد خمسة وسبعين مسمنا صافي كنغطيها وكنبدأ باللولة يعني هنايا غادي ندير الزيت وحد زلافة فيها الزيت نحطع لجن وزلافة فيها الدقيق عندي دقيق الفينو وعندي جوج خمارات لانه عندي كمية كتيرة من حجم 16 قران باش كيجينا نسمن هاك كم فروق كنغرب له ضروري ما كنغرب له هاد هاد الخميرة ديال الحلوة لانه كتكون بعض المرات كتكون مطوبة وكنخلط بدقيق صافي غادي نجيب الزبدة اللي دوبتها وخليتها حتى بدت كتبرد درت حتى هي بحلقة كنخلي هاكا حتى كتبرد تماما عد باش كنبدون قرصو صافي بدينا من اللولة تانية والتالتة اللولة اللي اللول بنا اللولة هي اللي كنبدون منها وكنتبعوا اللاطة ديالنا بحلقة وغادي نبدأ نسرح مثل المنات شوفوا معايرة ما كيتقطع موالو البنات كي يجي من أروع ما يكون كي يجي ساهل بحلقة كيفاش كت كيفاش كتسرحي انتي كتسرحي هو تابعك بحلقة ما فيه لتاعب لوالو صافي ندير واحد المعالقة زبدة كيف ما قلت لكم حتى كتبرد ما تديروش الزبدة سخونة وكندير شوية دقيق صافي ناك نورق احنا بالزبدة وتاني نطويها صافي نحط على لجن هذا الصوب الثانية كنصرحوه مزيان حتى كتبين طاويلة العمل كنصرحوه مزيانا كيفاش كإنقاذ نحط للمسمن المسمن سوف تنكتش وكندير هو مزيان صافي لعجينة كتبغي ترتاح تماما مني كترسح كتجي ساهلة بحركة كتولي ساهلة في المسمن كنصر حكا بشوية دي السبدة وشوية دي الدقيق كنطويها وكنحطها هكا على الجنب غدي زيد معاكم الثالثة انا هنا كنعطاكم يعني كنوريكم واشق كيت يتقطعوا ولا ما كيتقطعش يعني را كيجي ساهل وهكا كنقدرون ندير واحد الكيمية اللي كتيرة وكنحتفضوا بها لان بعض المرات ما كيكوش عدنا الوقت والوليدات هكا كيبعوا المسمن او كيجي كضيف على غفلة كتجبديه بحركة من المجمد وكتسخنيه بحالي لوي الله طيبتيه صافي كندهن بالزبدة كنده شوية دقيق وكنسرح كالطوي بحال هكا نقعد دول جوانيب صافيك نحط على الجنب وكنستمر علي حتى كنكمل الكيمية اللي عندي كاملة كما شفتو معي دابا بديت بالولا انا عندي هنا يا هاد البلاك راه ضغيه 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 كي طيب انا ما عندكم مش كدروا مقلة لانا راه المسمنات حكوه صغار شوية ما شي كبار كنت سننا هاد البلاك حتى كي سغن وكنقعد هكا تمانية بتمانية انا كي طيب ليه تمانية بحال هكا كندهن دابا بالزيز صافيه غدين بده مرمي صافيه نتعكل بلاك بالزيز وكن بده نرمي العافية تكون متوسطة ما تكونش العافية مهيلة وما تكونش مجهده صافيه هنا يكي هزلية تمانية كيف ما قلت لكم ضغيه كي وجدو يالله كنا نرميوهم وحنا كنقلبو اللولانيين شوفوا راه ضغيه كي بديه طيب وكي يجي هكا محلول كيف ما قلت لكم حتى المقلة دينوا مقلة تقيل للبنات سوف نقدر فيها انا اربعة او خمسة ديال المسمنات بحال هكا الى كانت عندكم المقلة كبيرة صافيه طيب من الجوانب بغيتو تدينو لنص طيبة انا كديرو نص طيبة حتى كتعودوه في المقلة وكتعودو طيبوه بغيتو طيبوه بحال هكا كي طيب تماما حتى كي يكمل في الطياب احسن انا كنجبدو هكا كنديرو طيب لان الوقت اللي كنبغي نسخنو را كنديرو عفل طانيني را كتسخنو صافيه هنا يا طيبة لي هذي المسمنات ثم شوفوا كيفاش جاو وغادي نرجعو رميو ثمانية تانين البنات فضر في ساعتين ردرت واحد الكيمية كتير دي اللي مسمنا لان كيف ما قلت لكم عجنو وخلي وهيبات لي لكام ليلة كان عندكم كتير اراه كيصبح مدلوك وكيجي ساهل هكا في الطيب صافيه نرشب شوية ليد السيت ننقص شوية العافية لان نسخن بساف صافيه وكندهك نخبطه باش كيتحل هنه كان ليرود الكيمية اللي عندنا كاملة كان وجدوها في ضرف واجيز يعني ما كتعطنناش وكيجي هكا من فوخ وكيجي من اروع ما يكون صافيه هنا يكملنا ثمانية تانين شوفوا كيفاش كيجي طيبة البنات هنه را الزيت هنتو ما شفتوش هل بقى عندي جيد الزيت والزبدة يعني يزلافع معه مراش وهنا يزلافع معه مراش يعني ما نديروش الزيت كتير حتى كيتشرب لنا هكا المسمن وهنا كان كنو حطيناها بحلوكا حتى كي يبرد على خاطره ما نديروش في اللول مجميد هنه راكيني اللي ما طيبتونش بزيان اللي كان بغي نحتفظ به بحلقه ونخليه ما كان طيبوش بزيان واللي كان جبدوعة في يومين تلتيين بحلقه راكي يكون طيب وكان قول لكم صحة وراحة وما تنسوش لياتعليق جميل ما تنسوش لايك ما تنسوش تشاركو في القناة اللي جا تعينو في القناة بحلقه وبحلقه كان قدروا نوجده حتى الشهر دي الرمضان إن شاء الله بإذن الله وكان قول لكم صحة وراحة وغدا نخليكم مع الصور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته